مرحب بكم عظيم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل ام العقل وعنمان حلقتنا النهاردة معركة اين الله الجزء الثاني شفنا في الحلقة اللي فاتت ان ابن حجر لما جيه شرح حديث فاستأذن على ربي في داره فيؤذن ليه عليه استشد بقول الخطابي هذا يهم المكان والله منزه عن ذلك والدكتور علي جمعة والشيخ الغنيمان والشيخ الشعراوي كلهم قالوا لا يجوز ان نقول اين الله ابن حجر قال ان السؤال عن الله باين لا يجوز ولكن لان الجرية عمية لا تفقه معنى التشتيم يعني ما تقصوش انها تجسم الله فالرسول اكتفى منها بهذا الجواب مش لان السؤال عن الله باين جائز والحلقة النهاردة هنشوف تعليق تاني لابن حجر عن نفس حديث الجرية وهو بيأكد الكلام ده وبيقول حاجة جديدة برضه في سهل بخالي كتاب التوحيد بقول النبي لا شخص اغير من الله بيقول كده وهو نحو قوله للجرية اين الله قالت في السماء فحكم بايمانها مخافة ان تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه ومما يقتضي التشبيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وابن حجر في شرح حديث لشخص اغير من الله بيقول باستحالة السؤال عن الله باين لابن حجر جاب حديث الجرية كمثال وهننقل اجزاء من كلام الكرطبي ونشوف ما معنى المشترك بين شرح وحديث لا شخص اغير من الله وحديث الجرية يقول لنا كده قوله كرطبي اصل وضع الشخص يعني في اللغة الجرم الانسان الانسان وجسمه يقول شخص فلان وجسمانه واستعمله في كل شيء ظاهر يقول شخص الشيء اذا ظهره وهذا المعنى محل على الله تعالى فوجب تأويله الى ان يقول وكأن لفظ الشخص اطلق مبالغة في اثبات ايمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبهه شيئا من الموجودات لألا يفضي به ذلك الى النفي والتعطيل وطبعا ابن حجر لما نقل الكلام الكرطبي اللي بيقول ان لفظ الشخص لا تجوز في حق الله ومحال انها تقال عن الله فوجب تأويله ولفظ الشخص اطلق مبالغة حتى نسبة ايمان الجاهل اللي ما بيقومنش الا اذا شبهنا ليه المعنى بحاجة موجودة طيب ليه يا شيخنا الكرطبي يقول لنا كرطبي الا يفضي به ذلك الى النفي والتعطيل يعني كلمة الشخص لا يمكن ان تفهم الا بالتأويل وايضا كلمة اينا بالنسبة لابن حجر لا تفهم الا بالتأويل واحنا هنشوف مع بعض فيديو للشيخ اشعري وهو بيأولها وكرطبي بيقول ايمان الجاهل قد لا يثبت الا اذا شبهنا له المعنى بموجود وده اللي قاله ابن حجر عن رسول الرسول الاسلام للجارية اينا الله والحاجة الجديدة اللي قالها كرطبي طبعا وفق عليها ابن حجر لقال لا يفضي به ذلك الى النفي والتعطيل ونشوف كلام ابن حجر وهو نحو قوله للجارية اينا الله قالت في السماء فحجب بايمانها مخافة ان تقع في التعطيل لكسور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه مما يقدر التشبيه تعالى الله عن ذلك لوا كبيرا يعني الرسول كان يعلم انه لا يجوز السؤال عن الله بايدنا لكن سؤال الرسول الجارية ليس عن المكان او ليس عن مكان الله ولكن عن ايمانها عشان كده لما قالت في السماء الرسول قال اعتقف انها مؤمنة وده اللي اكده ابن حجر فحجب بايمانها مخافة ان تقع في التعطيل وابن حجر يقصد بالتعطيل انكر وجود الله يعني الجارية لما قالت ان الله في السماء مش اصدعها عن مكان الله ولكن اصدعها انها تعتقد ان الله موجود عشان كده رسول حكم انها مؤمنة ونشوف احد شيوخ الاشاعرة وهو بيتكلم عن سؤال الرسول الجارية اينا الله نشوف الفيديو اللي جاي من غنم من غنم زعي انها محافظتش الغنم فغاضل فراح ضربها على وشك فلما ضربها على وشكها صعب تعليل ضمير وانهم راح للنبي يقول له اعمل ليس فذي يبين لك بردو رقصة طبع السحابة بعد الاسلام بعد ايمان فكان الاسلام يركض طبعا بازاي بعض اليوم اندول يجي الواحد من اندول يبقى مش متدين تبيرك طبع يجي التدين يبقى دين غريب لان المفروض اند الدين يركضك الطبع يغلز الطبع الطبع ويقص القلب فأتيت رسول الله عليه السلام فعظم ذلك عليه يعني النبي تعليل ليه زي درد زي درد من عذب الإنسان عذره وله ورد زي على ايه النبي يلوم فعظم ذلك عليه قلت يا رسول الله افلا أعفقهم قال اتني بيه فأتيته بيه فقال لها اين الله قالت في السماء قال من أنا قالت انت رسول الله صلى الله عليه قال اعتقاء فانا مؤمنا وهذا الحديث يهلل علي الوهبية تهديل كبير وقد قالك ان ربنا في السماء وخلاص على اساس ان في حرف زرف زرف فيه وجعل الله سبحانه وتعالى فيه زرف شيء عجيب وزاي ما شفنا الشيخ الأشعاري بيقول ان الوهابية المجسمة عملوا هالليلة على حديث الجارية وان معناه ان رب الله في السماء لان في حرف زرف وجعله الله في زرف قصده زرف المكان ونكمل مع بعض بقي كلام الشيخ في الفيديو اللي جاي تقيم ان الحديث ممكن يقوم بطرق كثيرة وزاي ما شفنا الشيخ الأشعاري بيقول والحديث ممكن يتفهم بطرق كثيرة زي لما الرسول سأل الجارية اين الله يقصد اين الله في اعتقادك مش اين الله في المكان يعني هل تعتقدين ان الله موجود الرسول ما كانش قصده اين الله انه بيسأل الجارية هلا الله في مكان ويوصل الشيخ الأشعار شرح حديث ونشوف مع بعض الزيديو اللي جاي تسأل عندي اعتقاد أو المرتبة أو المكان فإذا كان السؤال متعلق بالله يصلك عن السؤال بالمكان يعني أين الله في نفسك هل له موجود في حياتك وزي ما شفنا بيقول فأين تسأل عن الاعتقاد أو المرتبة أو المكانة والسؤال عن الله لا يمكن أن يكون عن المكان يعني أين الله في نفسك هل له موجود في حياتك فأين تسأل عن الاعتقاد يعني هل تعتقدين أن الله موجود ده معنى سؤال أين الله أو المرتبة يعني سؤال أين الله هل تعتقدين أن الله خالق عظيم قادر أو المكان يعني السؤال أين الله هل تعتقدين أن الله عالي القدر والمقدار قاهر فوق عباده ويأكد الشيخ الأشعري أن السؤال عن الله لا يمكن أن يكون عن المكان يعني لا يمكن أن أي حد يسأل أين الله ولو حد يسأل أين الله زي الحديث الجارية فالرسول ما كانش يقصد السؤال عن مكان الله لكن كان يسأل أين الله في نفسك هل له وجود في حياتك وده معنى أين الله ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي والشيخ الأشعاري هيقول لده إيه وهنا زي ما شوفنا الشيخ الأشعاري بيدينا أمثلة ويقول زي لما تشوف حد يعمل حاجة غلط تقول له هو فين ربنا يا أخي فين ربنا يعني فين مرأبتك لربنا لو كان الله موجود في قلبك ما كنتش تعمل كده فين ربنا هي دي لغة العرب والشيخ الأشعاري طبعا بيشنع على غباء الوحابية المجسمة لما قالوا السؤال السؤال عن الله بأين معناها إن الله في مكان خلينا نشوف هيقول إيه في الفيديو اللي جاي لغة العرب كده لكنهم لا يفهم أن أين سؤال عن المكان ويبقى كده لازم ربنا يبقى لمكان شوفوا في الغباوة لكن بيقول هم بقى بيفهموا طبعا بينكم سين قصدوا الوحابية إن أين سؤال عن المكان يبقى ربنا لمكان شوفوا الغباوة بيتكلم طبعا عليهم وطبعا هو بيقصد مين الوحابية المجسمة ويقول لهم يا أخبياء السؤال عن الله بأين لا تعني السؤال عن مكان الله افهموا يا أخبياء طبعا ده كلام الشيخ ونشوف رد الشيخ الفوزان في الفيديو اللي قاعد يقول السائل يثير بعض منكر الصفات بعض الشبه حول صفة العلو ومنها لا يجوز السؤال عن الله بأين لأن أين يسأل بها عن المكان فما صفتها يعني الرسول والعياذ بالله الرسول حينما قال للجاري أين الله يكون الرسول الضال يسأل الله العافية الرسول قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فيكون الرسول إذن مخطي إنه سأل قال أين الله الله في السماء سبحانه في جهة العلو مستوى على العرش كما أخبر بذلك نعم أنت لاجحت المكان أنت لاجحت المكان تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب عقيدة كانت يسأل الله العافية أين هذا الضلال؟ نعم الله جل وعلا قال آمنتم من في السماء يعني نفسه فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستوى على عرشه أين يكون؟ يكون مختلط بالعالم هذا كفر ويرى إن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله لأنه لم ينزه الله عن الاختلاق بالناس ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات يقول الله في كل مكان بسأل الله العالم نعم وطبعا زي ما شفنا تجميني أي تعليق واللي يقول إن الله في كل مكان لم ينزه الله عن المواضع القذرة وأنا دلوقتي أعملكم لخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة إن الأشعارة بيأولوا أين الله إنها تقال عن المرتبة أو المكان أو المقدار والشيخ الفوزان رد وقال إنت لو أنكرت إن الله في السماء إنت كده بتخطئ الرسول ولا تنزه الله عن المكان ولو قلت الله في كل مكان إنت كده لا تنزه الله وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نوصل مع بعض معركة أين الله في الجزء الثالث وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقرد بعقله ما نقمل بعقله وذي أرد بعقله وذي أكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر